مدينة العجائب كانت شاهدة على أوامر النبي سليمان للجان ببنائها أعظم شعراء العربي من الجاهلية أشاد بعظم بنائها لكن ما وجد من نقوش على صخورها جعل من يزورها في زهول فما هي المدينة العجيبة التي بناها الجان في عهد النبي سليمان في سوريا وكيف تعاقبت الحضارات عليها ولماذا طمع بها أعتى الملوك على مر التاريخ أوامر كان يطلقها النبي سليمان على جنوده وخدمه من الجان فالجميع لا يعصي له أمرا فحتى المردة كانوا يطيعونه وحينما يخرجون عن طاعته يجازيهم بعقاب شديد فالأمر بأن يخرجوا له الماء من الأرض قد حل قبل الشروع في بناء مدينة تعجب منها ملوك الدنيا في أقوى إمبراطوريتين على ظهر الأرض الفرس والروم لكن قصة بنائها بدأت مع أمر سليمان للجان بأن يصنعها في أبهى الصور حتى تتحول بعد ذلك إلى مقر للتجارة والازدهار إنها المدينة العجيبة تدمر التي قيل إن الجان هو الذي بناها بأمر من النبي سليمان فأمر الجان بأن يشيدوها من العمود والعظام الصخرية حتى وصل بها البناء إلى الإبداع بحسب ما وصفها من رآها من الأمم التي تعاقبت بعد النبي سليمان فورد أنه أمرهم بأن يبنوها من هذه الأدوات بل قيل إنها كانت لها أسوار من النحاس لا يستطيع أحد اختراقها فضلا عن أن من يحاول اجتياز هذه الأسوار فتنتهي حياته على الفور لكن حتى من يقف خلف هذه الأسوار يسمع ضجيجا غير طبيعي سواء بالليل أو في النهار لكن تلك الروايات ورد عليها دليل في أشعار الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني فقيل إن النابغة حينما أراد أن يمدح النعمان بن المنذر ذكر تدمر فقال إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد فتدمر التي تقع على بعد 250 كم من العاصمة السورية دمشق احتفظت بمكانة مرموقة بين الأمام بل وظل التنافس عليها بين الفرس والروم أزمة مديدة فكانت تحتفظ بموقعها المتميز بين الكثير من الدول التي منها مصر والعراق وسوريا فتقع على نقطة مفصلية في طريق التجارة بين الشام وغيرها من البلاد إنها المدينة التي بات يصل فيها الثراء إلى أشد حتى أصبح يتنافس عليها الكثير من الملوك سواء من الفرس أنفسهم أو حتى بين ملوك الروم بعضهم البعض لكن الروايات التي وردت عن الصراع الذي ظل مستمرا بين الفرس والروم على تدمر انتهى بتولي قائد عربي يدعى أذنية ابن السميدع الذي استطاع الانتصار على سابور الأول ملك الفرس عام 256 من الميلاد إلى أن اعترف به الإمبراطور الروماني غلينوس ملكا على تدمر لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن فرحل أذنية في ظروف غامضة فقيل إن قرينته زينوبيا هي من قضت عليه حتى تملك هذه المدينة لكن مع مرور الزمن تحولت تدمر التي كانت تشع بالنور حاليا إلى خريبة ليس بها زرع ولا أي مظاهر للحضارة بسبب توتر الأوضاع في سوريا لكن أنتم كيف رأيتم أسطورة تدمر منذ بنائها وحتى الآن؟